بيقولوا إن قتل العيش مور بس الحقيقة المقولة دي ما تلعيدش صح 100% ما تستغربش لما تعرف إن أغرب المهن في العالم بترفع شعار ما حدش بيشتغل بشهده في بريطانيا ظهرت مؤخراً مهنة جديدة اسمها المدفي بيعمل إيه بقى المدفي ده؟ بيدفي السرير الموجودة في غرف الفنادة قبل وصول الضيوف لها وبياخد 16 ألف باوند في السنة يعني تقريباً 24 ألف دولار عشان ينام على السرير كمان في اليابان ظهرت مهنة عبارة عن شخص بتتمثل وظيفته كلها في إنه ينام 35 ليلة في 35 غرفة في الفندق علشان بعد كده يكتب تقرير عن الغرف وجودة السرير اللي فيها أما في نيويورك ظهرت عندهم مهنة المعالج النفسي للحيوانات ودي مهمته معالجة نفسية الحيوانات اللي بتعاني من الاكتئاب الدخل السنوي للموظف ده 35 ألف دولار في السنة وعندهم برضو في نيويورك مهنة منتشرة جداً وهي مجهز الشنط ده بقى حضرتك بتكتبله في ورقة كل الحاجات إن انت محتاجها معاك في السفر ومهمته إنه يجمعها لك من القودة ويرتبها لك في شنطة السفر مرتبه كام؟ بياخد 250 دولار في الساعة الواحدة اللي احنا نعرفه إن فيه ناس بتسيب شغلها وتحب تلعب لكن ما تستغربش لما تعرف إن فيه وظيفة أصلاً عبارة عن اللعب وهي مختبر ألعاب الفيديو الشخص ده مهنته عبارة عن إيه؟ إنه بيجرب ألعاب الفيديو قبل صدورها للأسواق الإلكترونية ويعمل تقرير عنها وده بياتقادة 38 ألف دولار في السنة الواحدة يعني تقريباً 14 دولار في الساعة كمان فيه مهنة منتشرة عالمياً وهي مجرب مستحضرات التجميل وهي عبارة عن اختبار الكريمات ومنظفات البشرة والشامبو وشفرة الحلاءة وغيرها بيجربوها وبيدوا تقرير عن نتيجة التجربة وده بمقابل بيوصل لـ 25 دولار في الساعة الواحدة لكن فيه مهنة تانية أغرب وهي الوصيفة أو إجبينة العروس زي ما انتوا عارفين إن أي عروسة في فرحها بتكون معاها صديقتها المقربة أو بانتخالتها أو واحدة من قريبة فيه بقى وكالات في أمريكا متخصصة في حجز وصيفة للعروسة اللي ما عندهاش حد يفرخ لها ودي بقى واحدة بتتزوّق وبتلبس فستان سوري وتروح تقف جنب العروسة طول الفرح وبتاخد من 300 لـ 2000 دولار في الفرح الواحد ما تستغربش كمان لما تعرف إن في الهند ودول شرق أسيا عندهم مهنة تحويل رماد الموتى لقطع فنية بعد ما الجثة تتحارق وده تقصى معروف جدا عندهم وتتحول لرماد الناس دي بتاخد رماد وبتدخلوا في رسومات جوة قطع مجوهرات مثلا أو بيستخدموه في النحط على الزجاج عشان تفضل ذكرى الميت متشافة بدل من الدفن بالنسبة بقى للناس اللي بتكره الروتين والوقوف في التوابير السين لقيت لهم حل وده عبارة عن وظيفة جديدة بدأت تظهر بعد انتشار فكرة البلاك فرايدي والسيل اللي بيكون موجود في المولاد وهي عبارة عن شخص بيانوبة عنك في الطبور لحد ما ييجي دورك وساعتها بتستبدل مكانك معاه وتدينه المقابل اللي بيبدأ من 20 دولار وطبعا في النهاية يعني أنت وزوك ما تستغربش برضو لو عرفت أن الأشخاص اللي بيقلفوا النصوص القصيرة اللي بتستخدمها شركات صنوعة الحلويات أو المعجنات عشان تجيب الحص بيتقادوا 400 ألف دولار في السنة ده ما يمنعش برضو أن المهنة الصغيرة ساعات بتبقى مفيدة جدا زي مهنة قصاص الصحرة وده الشخص اللي بيعتبر الجي بي أس بتاع الصحر ودايما بيكون موجود في حفر المناجم أو البحث عن البترول لأنه بيقدر يعرف أثار الرجلين سواء كانت لبني أجمين أو لخيول أو حتى لجمال فده بيساعد أي حد داخل الصحراء أنه مايتوهش لو أنت بقى من الناس اللي بتحب المايوناز والمستاردة والحاجات دي في بقى وظيفة لها اسم جديد خالص وهو نوس وده مهمته أنه يشم المنتجات ويتأكد من جودة ريحتها قبل المراحل الأخيرة في إتمام صنعها ده أكيد هيخليك ما تستغربش لما تعرف أن في شركات عالمية كبيرة مشت على نفس النهج ده ووظفت عندها موظفين متخصصين في أن هم يدوقوا الحلويات والمنتجات ويكتبوا تقرير عن جودتها وطعمها الأغرب أن نفس الوظيفة دي موجودة في مصانع شهيرة لإنتاج الدراي فود وقاكل الحيوانات الأليفة علشان يقدروا يعرفوا إذا كانت منتجاتهم هترضي أزواق الحيوانات ولا لا وبعد كل الحاجات اللي قلتها لكو دي خليك دايما متأكد أن أنت مهما شفت فأنت لسه ما شفتش ومهما عرفت فأنت لسه بارد ومعرفتش فيريد ما تستغربش